تقيبا على هذا الموضوع ينضم معنا عبرزو من موسكو الكاتبة المحنلة السياسية دكتور أصف ملحم أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أصف ربما سمعت لما جاء في هذا التقرير أي نتحدث عن أكثر من خمسين دولة ستقدم طلبا إلى الأمم المتحدة بوقف أو وقف إمداد الأسلحة إلى إسرائيل هذا الجهد الدولي المشترك برأيك مدى أهمية سيما في هذا الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل تبجحا في ممارساتها تجاقة غزة ولبنان على وجهة تحديد نعم تحية لكم أسادة المشاهدين سيدتي نعم بالتأكيد هذا الجهد السياسي الدولي سيكون له انصحت سسمية ضغط سياسي على إسرائيل بالدرجة الأولى وضغط أخلاقي لأن المجازر والإبادة الجماعية التي تركبها إسرائيل سواء في قطاع غزة أو في لبنان تفوق كل الوصف إلى مشهد تاريخ في الحديث مثل هذه المجازر على الإطلاق ولكن سيدتي أنا دائما متشائم في النظر إلى هذه المواضيع يعني تاريخ إسرائيل في المنطقة معروف لنا بشكل كبير وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية معروف بشكل كبير يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقدم لإسرائيل 69% من احتاجاتها من الأسلحة في الدرجة الثانية تأتي أولمانيا 30% من الأسلحة ثم تأتي إيطاليا حوالي 0.9% من الأسلحة هناك دول أخرى فرنسا وأسبانيا على ما أعتقد تقدم فقط قطع تبديل الأسلحة الموجودة في إسرائيل لذلك إلى اللاعب الأساسي في كل هذا الموضوع والذي يستطيع الضغط على إسرائيل كما أصبح واضح لجميع هي دولتين يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأولمانيا أولمانيا يبدو أنا لي شخصيا يعني وفق اطلاعنا وفق معرفتنا بأولمانيا ودعمها لأوكرانيا والأزمات الاقتصادية المتصاعدة عندها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتدمير الشمالي في بحر المنطيق أصبحت تزيد يعني من إنتاجها من أسلحة لذلك لا أعتقد أن أولمانيا قد توافق على هذا الشيء في نسبة الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الداعم لإسرائيل يفوق كل وصف وعلى العكس تماما الأمور هل سيبقى هذا الموقف كما هو ربما أننا اليوم كنا على موعد ما إعلان دونالد ترامب بفوزه في ولاية ثانية في الولايات المتحدة سيستمر هذا الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل برأيك بنفس الألية وبنفس النهج من الممكن أن نشهد اختلاف سيدتي نحن وأنا آسف يقول هذا الكلام نحن زاهبون إلى تصعيد أكبر وأكبر كل الدراسات وكل ما نطلع عليه من معلومات وما يتدفق في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد لوبيات خطيرة يعني شلل عبارة عن شلل شلة تمارس صناعة الدفاع شلة تمارس صناعة النفط شلة أخرى صناعة البناء شلة ثالثة رابعة تمارس صناعة الزراعة على سبيل المثال وكلهم يعني لهم قدرة على التأثير وكل هذه الشلة والمؤسسات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية عندها يعني من يمثلها في الكونغرس ومن يمثلها في مجلس الشيوخ ومن يمثلها يعني في حكام المقاطعات وكلها قادرة على التأثير ولذلك هناك أطروحة يعني خطيرة للغاية الآن يتم تداولها في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم القول بشكل مباشر يعني المحاولة يعني المواجهة غير النووية مع إيران الآن أفضل من أن تصبح إيران نووية فيما بعد وستتم المواجهة بالسلاح النووي لذلك نحن أمام تصعيد خطير غزة ولبنان أصبحتها يعني إن صح التسمية هو المدخل للتوجه باتجاه إيران بهدف القضاء على برمجها النووي وعلى احتوائها بشكل أو بآخر نعم طيب حتى أعود إلى أساس الموضوع دكتور آسف يعني وإن كان مهم بالفعل ما تفضلت به لكن هل يمكن القول أو دعني أستنتج من حديثك معنا في هذا اللقاء أن على ذكر أهمية هذا الجهد الدولي المشترك التنصيق بين هذه الدول التي تقدمت إذن بطلب للأمم المتحدة بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني على الرغم من أهميته إلى أنه دعنا نقول بأنه يعني لا يشكل أي ضغط سيما في ظل وجود الولايات المتحدة التي تشكل حجر عثرة أمام أي إنجاز أو تقدم في هذه المسألة أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد سيدة الولايات المتحدة الأمريكية يعني بالنسبة لها إسرائيل هي جبهة متقدمة وهي إن صح التسمية تساعدها في كل شيء في تصفيد كل حسابتها في منطقة الشرق الأوسط لذلك لا يمكن أن نتخيل أنها ستضغط عليها بأي شكل أشكال لو كانت تريد أن تضغط عليها كلنا نعلم حجم البجازر وحجم الإبادة يعني من وقف في وجه محاكمة إسرائيل أو قادة إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من وقف في وجه قيام الدولة الفلسطينية هي إسرائيل نفسها الدعم اللامحدود لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي يعني المساعدات حتى المساعدات الإنسانية الولايات المتحدة الأمريكية يعني تحاول إعاقتها بطريقة أو بأخرى لذلك أن نتوقع أن نعم قد تسقد يعني لزر الرمات في العيون قد توافق الولايات المتحدة الأمريكية على إيقاف بيع بعض شحنات الأسلحة لإسرائيل ولكن هذا لن يغير من الواقع شيء الواقع سيبقى هو الواقع ومجلس التبقى هي المجازر والقضية ليست مرتبطة يعني أنا وقلت هذه العبارة قبل ذلك على قناتكم محترمة يعني لو تمكنت إسرائيل لا صمح الله من إبادة الشعب الفلسطيني في ليلة ظلمة بدون أن يسمع أحد بذلك فأن الولايات المتحدة الأمريكية ستغمض عينيها عن ذلك ولن ترمش لها عين على الإطلاق ولن تتحرك هذه المشاعر الإنسانية عندهم إطلاقا وهذا الشيء معروف لنا جميعا وبالتالي الموضوع سيدتي مرتبط بولايات المتحدة الأمريكية ومن سيتسلم وزارة الدفاع بالمناسبة وأنا أطلب بعض المعلومات الآن التي تتفق إلينا سيتسلم وزارة الدفاع يعني رجل خطير في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقاته الواسعة سواء في أفغانستان وفي أفريقيا وإيران ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا يعني تنبئ بأننا كما قلت منذ قليل قد يكون الدعم العسكري ورغم كل الأقوال التي يقولها ترامب قد يكون الدعم العسكري أكثر وأكثر مما كان عليه الأمر من قبل المهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى عدسات الكاميرات مسلطة على الجانب الإنساني للموضوع وأن تظهر هذه الصورة أمام الشعب الأمريكي على أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة إنسانية وتساعد ومشهر به ذلك لأن المواطن الأمريكي حقيقة بعيد عن هذه الصورة بشكل كامل الكتب المحلل السياسي دكتور أصف ملحم كنت معنا عبرزو من موسكو شكرا جزيلا لك